الكتلة والفراغ العناصر اللي بنوزع بيهم التصميم وللازم يكون ما بينهم دايما توازن عشان نحصل على توازن في التصميم وعشان نعرف العلاقة ما بين الكتلة والفراغ تابعوا معايا درس النهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات كورس السوشيل ميديا المتقدم بعد ما خلصنا أسس تكوين المشهد وقلنا إن في علاقة وثيقة ما بين الكتلة وما بين الفراغ وإن إحنا هنفهم الموضوع ده بشكل عملي أبطر في المحاضرة اللي جاية اللي هي محاضرة الكتلة والفراغ الفراغ الموجب والفراغ السالب هنعرف يعني إيه فراغ موجب ويعني إيه فراغ سالب وعرفنا قبل كده في المحاضرات اللي قبل كده إزاي بنحدد عنصر التركيز وإزاي بنوزع العناصر في التصميم طيب توزيهال ده بس اللي إحنا بنعمله جوه التصميم إن إحنا بس نعرف عنصر التركيز وإن نستخدم قواعد التوزيع يبقى إحنا كده خلاص تصميمنا متكامل لا لازم نعرف نوزع الكتلة مع الفراغ ولازم نعرف نسبة الكتلة من الفراغ هو ده درس النهاردة عشان نوصل في النهاية للتوازن اللي خدناه في المحاضرة السبعة من أسس تكوين المشهد وقلنا إن عشان يحصل توازن في تصميمك لازم تعمل الكتلة والفراغ بشكل متوازن وتوزعهم بشكل متوازن طيب نبدأ في درسنا النهاردة عشان نفهم الكلام ده بطريقة عملية هنقول في البداية قبل ما ندخل في موضوع الفراغ إيه هي عناصر التصميم الأساسية يعني أنا تصميمي إيه هي العناصر الرئيسية في تصميمي أول حاجة هنقول الخطوط وتعرفنا عليها في المحاضرات الأولى من أسس تكوين المشهد إيه هي الخطوط العمودية والأفقية والميلة والدائرية والمسلسة يبقى إحنا دي أول عنصر من عناصر التصميم تاني عنصر الأشكال والملمس اللي هو البترن اللي إحنا بنحطه على الخلفيات والأشكال اللي إحنا بنستخدمها من مربعات ودواير ومسلسات وأي شكل هندسي آخر سواء كان شكل بسيط أو معقد وبرضو تعرفنا عليه في محاضرات أسس تكوين المشهد وعرفنا إنه كمان من العوامل الأساسية اللي بتخلي تصميمك أكتر احترافية النصوص اللي هي التكست اللي إحنا بنكتبه في التصميم وده إن شاء الله دي محاضرة خاصة بعد محاضرات الكتلة والفراغ بمنتهى التفاصيل وهعلمكم إزاي تختاروا الخطوط في عندنا الألوان ودي محاضرة من أهم المحاضرات بصراحة في كرسنا محاضرة كبيرة جدا ومهمة جدا ولو فهمنا الألوان يبقى إحنا خلاص كده عرفنا كل مفاتيح التصميم وعرفنا نترجم أي تصميم بنشوفه قدامنا بعد كده الفراغ اللي هو درسنا النهاردة وبعد كده المنظور اللي إن شاء الله كمان لمحاضرات أساسية ومهمة في كرسنا إن شاء الله طيب بعد كده هنبدأ نتعرف على الفراغ اللي هو الاسبيس إيه هو الفراغ؟ التعريف بتاع الفراغ اللي هو في عندي تعريفين أو أكتر من تعريف بس أنا جبت لكم تعريفين رؤسين التعريف الأول إن إحنا هو عبارة عن قياس الارتفاع الارتفاع مع العرض مع العمق الذي تتواجد فيه العناصر أو تتحرك يعني أنا عندي عنصر هنا بقيس طوله في عرضه في عمقه عمقه وبالتالي مع الفراغ اللي حواليه بقى هو ده الفراغ بتاعي التعريف الثاني وهو الأسهل والأبسط اللي هو المساحة المحيطة بعناصر التصميم الكتلة يعني أنا عندي كتلة هنا المساحة اللي حواليه الفضية هي دي الفراغ نظرية الفراغ معتمدة على عنصرين أساسيين إيه هما؟ العنصر الأول التوازن البلانس يعني لازم يكون في تصميمي في توازن ولو ما كانش في توازن في التصميم ما بين الكتلة والفراغ في التصميم فاشل تاني نقطة الرسالة المسج إيه هي الرسالة اللي عايزين نوصلها من وجود الفراغ وهو ده اللي هنتعلمه النهاردة إن شاء الله بمنتهى التفاصيل أو في محاضرات الكتلة والفراغ هنا هنشوف يعني إيه توازن التوازن أو البلانس اللي إحنا بنعمله في التصميم لازم تكون الكتلة تساوي الفراغ يعني لازم حجم الكتلة أو حجم العناصر اللي موجودة في التصميم أدى حجم الفراغ طبعاً إنتوا هتقولوا طب إحنا إزاي نقدر إن إحنا نحقق المعدلة دي هنتعرف عليها في خلال المحاضرة إن شاء الله بس إحنا كقعدة عامة إن كتلتنا لازم تساوي الفراغ طيب في قواعد تانية أو في قواعد تانية القاعدة التانية إن الكتلة بتكون أكبر من الفراغ يعني الكتلة أو العناصر جوه التصميم بتكون أكتر بكتير من الفراغ اللي حواليها طيب ده عيوبها إن هي بتخلي التصميم ديق يعني في زحمة في ديق في التصميم وكمان إزعاج للنظر لأن من كتلة ما التصميم كتلة كتير قوي وفراغ قليل قوي فممكن يعمل لي عملية إزعاج في النظر بس ممكن نستخدمها في بعض الحالات أو بعض التصميمات هنلاحظ إن الكتلة فيها أكتر من الفراغ ومع ذلك التصميم متوازن زي إيه؟ زي عرض معلومات مهمة للتوعية والإرشاد زي الإنفو جرافيك أو النشرات الطبية أو أي نشرة مثلا فيها معلومات مثلا يعني بتلاحظوا وهوريكم نمازج عليها تصميمات فيها معلومات كتيرة جدا أساسية إرشادية توعية تصقفية فبالتالي فإحنا بتكون دايما كتلتنا أكتر من الفراغ طيب لو كانت الكتلة أقل من الفراغ ساعات في تصميمات ما بنحتاج نخلي الكتلة أقل من الفراغ طيب إيه العيوب بتاعتها؟ إن هي تشتيت العين عن الموضوع الأساسي يعني أنا عندي موضوع رئيسي فهو شتت عيني بكتر الفراغ يعني اللي هو طب إنت إيه الفضل اللي إحنا في ده فده ممكن يعمله لكن ممكن منستخدمها في بعض الحالات إن إحنا نخلي الفراغ حجمه أكبر من الكتلة والتصميم فاضي تماماً والكتلة أليلة إما لإن إحنا عايزين نزيد التركيز على العنصر يعني أنا كل اللي هميني في التصميم هو العنصر بس أنا عايزة عينك تروح على العنصر فهخلي الفراغ أكبر من الكتلة أو إني عايزة أوضح فكرة محددة يعني أنا عايزة أقول لك في فكرة معينة وحدة أنا عايزة أن أنت تركز عليها وهنفهم الكلام ده إن شاء الله في المحاضرة فتابعوني كويس وركزوا معي طيب إيه الأمثلة عشان نفهم الكلام ده بشكل عملي على الكتلة أكتر من الفراغ قلنا إنه هو في الإنفو جرافيك أو المعلومات الإرشادية زي مثلاً هنا هتلاحظوا هنا إيه عبارة عن إيه كتلة كبيرة جداً وفراغ أليل جداً هو ده الفراغ اللي حوالين الكتل فالفراغ هنا أليل والكتلة أكبر بس مع ذلك التصميم مريح للعين متناسق عارفين نوصل لكل معلومات التصميم إزاي حقق المعادلة دي هنعرف من خلال المحاضرة إزاي قدر إنه مع إن المعلومات كتيرة قوي بس قدرنا إن إحنا نريح عيننا قدرنا إن إحنا نخلي المشاهد يوصل لكل عناصر التصميم وما نعملش إزعاج للنظر اللي هي من عيوب لما تكون الكتلة أد أكبر من الفراغ أول حاجة إن الاسبيس وزعه صحة عندنا يعني حط الاسبيس بشكل صحيح عمل كتل كل كتلة لوحديها وعمل شبات أشكال معينة وحط جواها الكتل والنصوص عمل رموز وأيقونات تشد النظر عمل كمان إيه؟ عمل ما بين الكتل نفسها سبيس وعمل في الكتلة نفسها داخل الكتلة عمل إسبيس مش هنحرق دلوقت الشرح فمش عايزين نستعجل ونشرح كل حاجة في وقتها عشان نفهم إزاي نوصل للتصميمات اللي زي كده الشكل الثاني هنا كمان في زحمة كتير وعناصر كتير ومع ذلك التصميم متوازن هنا الفراغ لو جينا شفنا أن الفراغ أقل بكتير من حجم الكتل ومع ذلك في توازن عندي في التصميم ليه لأنه استخدم الأشكال استخدم الاسبيس حط الاسبيس في مكانه الصحيح سواء ما بين الكتل أو داخل الكتل نفسها واستخدم الأيقونات والرموز التعبرية والصور علشان يخلي التصميم أكثر جذبية وكمان الألوان اللي إن شاء الله لها محاضرة خاصة بيها بمدلولات الألوان وإزاي نفهم أو نترجم اللون أو نعرف المصمم عايز من خلال اللون يوصل إيه فدي محاضرة لوحدية هنا كمان عناصر كتير جدا ومع ذلك التصميم متوازن والفراغ أقل من الكتلة ومع ذلك التصميم متوازن لأنه عرف يوزع الفراغ بشكل صحيح ما بين الكتل بعد كده هنعرف لما تكون الكتلة أقل من الفراغ زي مثلا هنا هتلاحظوا إن الفراغ كبير جدا وكتلة صغيرة جدا طب هنا إيه المسج أو الرسالة اللي عايز يوصلها لنا هنا أو ليه هو عمل كده هو عايز يقول إن فيه ارتفاع عالي وبالتالي خلق العربية تحت والارتفاع عالي فهو عايز يقول يعني إيه عايز يفاهمنا إن التصوير من مكان بعيد وإنه فيه علوة ارتفاع في الصور اللي العربية عنده هنا كمان استخدم فراغ عشان يخلينا بس نركز على الهاتف هنا كمان استخدم فراغ كبير حوالين الرمان عشان يخلي عيني بس فوكس وتركيز على الرمانة هي دي وفيه كمان أمثلة كتيرة هنتعرف عليها بعدين اللي هي بيكون فيها الفراغ أكتر من الكتلة عشان نخلي تركيز أكبر على العنصر أو ممكن نوصل فكرة معينة وهناخد ده بشكل أعمق بعدين طيب عندنا هنا الرسالة المسيج قلنا إن نظرية الفراغ لازم يكون فيها توازن ولازم يكون فيه رسالة معينة أنا بوصلها من خلال الفراغ مش مجرد إني عملت فراغ وخلاص يبقى معناته إني عايز أوصل فكرة من التصميم وكمان عايز أوصل مشاعر مش مجرد إني بوصل فكرة بوصل مشاعر عايز أوصلها للمشاهد وكمان لما بحدد رسالتي من التصميم هقدر أحدد مقدار المساحة ما بين الكتلة والفراغ يعني لو أنا عرفت إيه الرسالة اللي أنا عايز أوصلها يعني مثلا عايز أوصل رسالة مثلا زي المثال اللي فات الارتفاع فبالتالي حطيت العنصر لوحده وعملت الصور واخد كل التصميم وخليت العنصر الكتلة تحت وكده أنا وصلت رسالة الارتفاع حابب أوصل رسالة الاتساع إن المكان واسع وشاسع فإذا كل المساحة بتكون عندي فراغ والعنصر بيكون متركز في أي ركن من أركان التصميم عايز أوصل فكرة أفكار أكتر من فكرة في تصميم واحد يبقى أنا هخلي كتلتي أكتر من الفراغ وهوزع الفراغ بشكل صحيح زي ما هنعرف في اللي جاي زي يوزع الكتلة وزي يوزع الفراغ يبقى احنا الرسالة اللي عايزين نوصلها من التصميم هي اللي بتحدد لنا هاستخدم الكتلة قد الفراغ ولا الكتلة أقل ولا الكتلة أكتر طيب نيجي بعد كده نتعرف على أنواع الفراغ types of space أنواع الفراغ هم نوعين النوع الأول اللي هو الفراغ الموجب اللي ذكرنا في العنوان positive space يعني ايه positive space اللي هو الكتلة اللي هي عناصر الكتل الموجودة في التصميم اللي هي عنصر التركيز في التصميم ودايما يكون في مقدمة التصميم اللي هو بنسميه four ground ممكن يكون اعباره عن الكتلة دي ممكن تكون أشكال دواير مسلسات مربعات ممكن تكون خطوط ممكن تكون نصوص ممكن تكون عنصر حي سواء إنسان أو حيوان أو نبات ممكن تكون رسومات فيكتور أو ثلاثية الأبعاد يبقى هي دي الكتلة بتاعتي وهو ده الفراغ الأول عندي يبقى الكتلة بتتحسب من الفراغ لكن الفراغ الموجب الفراغ اللي بعده بنسميه الفراغ السالب negative space والnegative space متقسم لنوعين النوع الأول هو الفراغ السلبي اللي هو بيسموه negative space وده بياخد أي لون يعني هو فراغ ياخد أي يحتمل إنه ياخد أي لون أصفر أحمر أسود أبيض أي لون بياخده والنوع الثاني هو الفراغ من اسمه الأبيض white space يبقى هو بياخد اللون إيه؟ الأبيض بس يعني لو شفتوا أي فراغ لونه أبيض يبقى ده فراغ أبيض لو شفتوا بأي لون آخر غير الأبيض هو فراغ negative وكمان يعني لو كان negative ممكن ياخد اللون الأبيض لأنه بياخد أي لون ففي النهاية هما الاثنين اسمه واحد الفراغ سواء سلبي أو فراغ أبيض هو هو واحد بس الفرق إن الفراغ الأبيض مخصص للون الأبيض الفراغ السلبي لأي لون حتى الأبيض يعتبر من negative space طيب وفي النهاية الاثنين الفراغ السلبي والفراغ الأبيض هما يمثلوا الخلفية في التصميم نجد الوقت نتعرف على أمثلة هنا عشان نعرف الفرق ما بين الفراغ negative والwhite أو الفراغ السلبي بشكل عام هنا في الصورة اتقسمت نص النص اللي هنا اللي على اليمين فين الفراغ اللي هو باللون الأبيض يبقى ده نسميه white space أو negative space لأن negative بياخد اللون الأبيض وفين الكتلة الكتلة اللي هي باللون الأسود في النحية التانية الشمال العكس الكتلة اللي هي بالأبيض والفراغ باللون الأسود يبقى دايب نسميه negative space لأنه خد لون غير اللون الأبيض يبقى دايب يبقى هنا white space وهنا negative وكمان هنا white ممكن يسميه negative عادي يعني عندنا هنا الشكل ده فين الكتلة 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 وممكن كمان يكون العكس أن هنا space الأسود ده space بتاعي أو هو ده الفراغ بتاعي اللون الأسود والأبيض هو الكتلة يعني يمشي بالطريقتين هنا كمان عندي القسم اللي هنا white space وهنا negative space لأنه بألوان مختلفة وهنا الكتلة الكتلة وممكن يكون الأسود هو الفراغ يعني الأسود ده كل لأنه في background هو الفراغ باللون الأسود يعني negative space والأبيض والأخضر هو الكتلة يعني يحتمل المعنيين هنا كمان هنا الفراغ وهنا الكتلة بالأبيض وهنا الأسود اللي هو الفراغ negative space وهنا العكس الأبيض هو white space والأسود هو الكتلة في المثال اللي هنا الأسود هو عندي الفراغ في النحية اللي هنا ورسم لي شكل الكتلة اللي هي باللون الأبيض وفي النحية التانية كمان الأسود هو الفراغ واللون الأزرق هو الكتلة هنا عندي الفراغ باللون الاسود والكتلة اللي هي هنا في النص الابيض مع الاحمر هنا عندي الفراغ كله باللون الاسود ورسم منه الشكل الفيس للانسان والمون القمر او عفوا قرص الشمس هو الكتلة هنا كمان الاصفر في النحية اللي هنا هو النيجاتيف سبيس لانه بياخد اي لون وهنا الكتلة وهنا نحية التانية كمان والاصفر هو الكتلة فممكن نتلاعب بالالوان بس ما بين الكتلة والفراغ هنا عندي الفراغ اللي هو الويت سبيس والبنت هي الكتلة هنا عندي الاحمر هو النيجاتيف سبيس والأبيض هنا الابيد هو الكتلة والاحمر اللي هنا رسم الفراغ اللي هو باللون الاحمر رسم شكل اللي هو الصندل او الشبش باللي قدامنا ده تمام? مش عارفة فيه ناس طانية ممكن تسميه حاجة تانية بس احنا بنسميه كده يعني المهم دلوقتي بعد ما خدنا امثلة وفهمنا نوعا ما التقسيمات ما بين الكتل والفراغ وانواعها هناخد عناصر اساسية عشان نخلق تناغم ما بين الكتلة والفراغ يعني انا عندي كتلة وعندي هنا عندي كتلة وهنا عندي فراغ او كتلة وحواليها فراغ ازاي اعمل تناغم ما بين الكتلة والفراغ أو تناسق أو انسجام ما بين الاتنين هعمله بالإقاع الرسم وخدنا الكلام ده بمنتهى التفاصيل في المحاضرة رقم سبعة من أسس تكوين المشهد وشرحتها بتفاصيل وجبت أمثلة كتير وقلت لكم أنا جبت أمثلة عشان أنا مش هرجع أشرحها مرة تانية فاللي ما تبعش الحلقة رقم سبعة من أسس تكوين المشهد يرجع للإقاع لإني مش هشرحه مرة تانية الإقاع هو عبارة عن نوع من التكرارية والحركة يعني هو بيكون ليه ثلاث أنواع تكراري أو تناوبي أو البروغريسيف اللي هو التدرج فإحنا نرجع للمحاضرة فنفهم يعني إيه إقاع يعني زي أعمل إقاع وأنا أشرحه لكم كده في الأمثلة خلال الأمثلة فهمكم دلوقتي بشكل عام إيه هو الإقاع يعني التناوب ما بين الكتلة هنا كتلة هنا فراغ هنا كتلة هنا فراغ سواء كان بشكل تكراري فوق بعض أو تحت بعض أو تناوبي هنا كتلة هنا فراغ هنا كتلة هنا فراغ زي ما شرحنا فلما بيكون في عندنا تناغم وإيقاع ما بين العناصر تكرارية يعني أي تكرار دايما بيرسخ المعنى فالتكرارية ما بين الكتلة والفراغ عن طريقة تبديل ما بين الكتلة والفراغ عشان نساعد عين المشاهد إنها تتنقل بين أجزاء التصميم وبالتالي إحنا من خلال الكتلة والفراغ بنخلي اللي بيشوف التصميم يمشي في أجزاء التصميم زي ما إحنا عايزين بالزبط وبالترتيب اللي إحنا عايزين وهنعرف الكلام ده إن شاء الله تاني حاجة إن إحنا لازم نعمل توازن ما بين الكتلة والفراغ زي ما تكلمنا بشكل عام وقلنا إن الكتلة لازم تكون زي الفراغ وبس في حالات تكون الكتلة أكبر وفي حالات تكون الكتلة أقال وهناخد في أمثلة كتير للموضوع ده لازم يكون عندي تركيز فوكس بمعنى إن أنا في بعض الأحيان بزود الفراغ السالب حول الفراغ الموجب إمتى الكلام ده لما يكون عندي رغبة بإني أزيد تركيز المشاهد على الفراغ الموجب الكتلة يبقى أنا بزود الفراغ السالب حولين الكتلة لما أكون حابب أخلي في فوكس على الكتلة تلت نقطة أو رابع نقطة البعد بمعنى لما بنعمل تصميم سلاسي الأبعاد سواء إحنا رسمينه أو عاملينه في برامج 3D وجينا دخلناه في برنامج 2D أو زي فوتوشوب إلستريتور أي برنامج 2D فالفراغ السالب حولين التصميم ده السلاسي بيخليه أكثر عمق وبعد إزاي الكلام ده هنشوف في الأمثلة اللي جاي هنا تصميم 3D معمول 3D في برنامج 3D وده خلفية لاحظنا إيه ده ارتفاعه وده عرضه وده العمق 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 بتاع التصميم فلما اتعمل فراغ حواليه فراغ بس بمجرد إنه فراغ بدون أي عناصر يداني عمق أكتر وديمينشن في التصميم عندي هنا البنت كمان سلاسية الأبعاد والفراغ عمل لها عمق وبعد كمان هنا التصميم اللي هنا كمان معمول 3D وعملوا فراغ حواليه فداني إحساس بالديمينشن إنه فيه ارتفاع وفيه عرض وفيه عمق يعني كأنه فيه حاجة وراء التصميم هنا تصميم سلاسي الأبعاد وعملوا فراغ فحسسني كمان بالعمق هنا تصميم كمان ثلاثي دايمينشن هنا العمق بتاع الدبث وهنا الارتفاع مع العرض إداني إحساس والفراغ حواليه إداني إحساس كأنني بلف حواليه العنصر عندي هنا كمان تصميم ثلاثي وفراغ حوالي إداني عمق أكبر وهنا كمان تصميم ثلاثي مع فراغ إداني عمق وكمان هنا تصميم ثلاثي مع فراغ إداني عمق يبقى من فوائد الفراغ إنه بيديني دايمينشن يديني بعض في التصميم كأني بلف حوالين التصميم كأني بالضبط شايفة اللي وراء التصميم بس أنا وقفة في مكاني يعني هو تصميم سنائي بس كأني شايفة أبعاده تمام اللي بعد كده هنبدأ نتعرف على أنواع الفراغ السالب في عندي نوعين من الفراغ السالب النوع الأول الفراغ السالب الصغير اللي هو بيسموه Micro Negative Space وكمان بيسموه بالباسف negative space يعني باسف يعني خامل يعني ايه الكلام ده يعني هنشوفه دلوقتي هو المساحات الصغيرة ما بين عناصر التصميم يعني فراغ بيكون صغير جدا جدا أي فراغ صغير سواء ما بين النصوص أو ما بين العناصر وبعض ديه ده بنسميه Micro Negative Space زي ايه زي المسافات ما بين الحروف يعني مثلا نبصوا هنا الحرف ده مش فيه مسافات ما بين الراء وما بين الوا وما بين الفهم اللي بقى ديه اسمها Micro Negative Space المسافات كمان ما بين المصوص يعني بصوا النص ده مع النص ده مع النص ده هنا كام كام سطر سطرين وفيه مسافات ما بين السطور فده بنسميه Micro Negative Space كمان الخطوط بين العناصر يعني انا مثلا هنا عنصر وانا سواء كان تيكست او عنصر وحطت خط فدي كمان المسافة ما بين الده وما بين الخط وكمان النص نفسه زي ما قلنا البراجراف والازرار والايقونات يعني مثلا انا بحط ايقونات في التصميم فبعمل مسافات ما بينهم ده بنسميه يعني مثلا هنا ايقونا ايقونا التليفون ورقم التليفون فالمسافة ما بين الايقونا وما بين الرقم دي بنسميها Micro Negative Space ايه فايدته؟ انه هو يساعدنا على قراءة النص بشكل اسرع خلاص هناخد امثلة علي ما تقلقوش بس احنا بنشرح الفكرة دلوقتي الفراغ النوع التاني اللي هو الفراغ السلب الكبير اللي هو الماكرو Negative Space اللي هو عبارة عن ايه؟ المساحات الكبيرة ما بينها عن نصر التصميم يعني الفراغ يكون كبير يعني مثلا هنا الفراغ مثلا لو خدت النص هنا ورفعته فوق اعلى من كده وهنا النص ده بنسميه ماكرو او حتى لو كان في نفس مكانه المسافة ما بين العنوان وما بين العنصر اللي تحته ده بنسميه ماكرو مسافة كبيرة كل ما كانت المسافة اكبر كل ما سميناها ماكرو زي المسافة ما بين قطعة النصوص يعني مثلا هنا عندي قطعة نص كامل ونص ثاني ونص ثالث وبينهم مسافات عواميد ده بنسميه ماكرو يعني فقرات القطعة او ما بين النصوص نفسها بستكون كبيرة او الاشكال مثلا رسمت اشكال اشكال ونصوص او اشكال مع اشكال او ايقونات الفايدة بتاعته انه هو يساعد على معرفة علاقة العناص ببعضها البعض وعمل تسلسل هرمي وده بقى اللي هنشرحه في المحاضرات اللي جاي يعني مبدأ اسمه التقارب المسافات ما بين الاشكال بتخليني اعرف اني دي كتلة الوحدية ودي كتلة الوحدية وكل كتلة مرتبطة ببعضها وهنفهم الكلام ده ان شاء الله في الامثلة دلوقتي بصوا المثال اللي هنا هنجي نشوف فين المايكرو وفين الماكرو المايكرو اللي هي الاسبيس هنا ما بين الارقام هنا اتنين وزيرو في سبيس صغير ما بين الزيرو والسبعة في سبيس وما بين الزيرو والواحد في سبيس وما بين الواحد والسبعة في سبيس ده اسمه مايكرو ما بين الكتلة اللي هنا والكتلة اللي تحتها كمان في سبيس صغير جدا كمان هنسميه مايكرو ما بين عناصر التكست اللي هنا في سبيس تخيالي لو هنا مفيش سبيس والهاو مع الهيرز لزقين في بعض مع اليو كله لزق في بعضه كنت هتعرفوا تقرؤ النص لا طبعا فهو عمل المايكرو نيجاتيف سبيس عشان سهولة قراءة النص سواء في التكست الكبير او التكست الصغير طب الكتلة اللي هنا عمقا ديه كتلة اولانية كتلة تانية الكتلة اللي هنا مع الكتلة اللي هنا المسافة دي مايكرو ولا مايكرو كبيرة ولا مايكرو صغيرة لأ هنا مسافة ماكرو كبيرة هنا كبيرة شوية ما بين العناصر هنا صغيرة هنا بقى ما بين العناصر اللي هي النصوص البراجراف نفسه كمان مايكرو صغيرة اللي هي سبيسات صغيرة خلتني اه درقر النص كان ممكن ما يستخدمش الخطوط هنا ويستخدم بس الاسباس وهاعرف ان دي كتلة الوحدية ودي كتلة الوحدية ودي كتلة الوحدية ودي الوحدية يعني بدون استخدام الخطوط نقدر عن طريق الفراغ نحدد الكتل وتأسيمات الكتل وبالتالي التصميم اللي هنا كتلة اكبر من الفراغ ومع ذلك التصميم متناسق عن طريق ايه الفراغ سواء كان الفراغ ده مايكرو صغير باسف او ماكرو كبير الماكرو هو بنسميه الاكتف نيجاتيب اسبيس اللي هو النشط فهنا زي ما قلنا اما يكون ما بين نصوص او ما بين اشكال او ايقونات او رسومات او اشخاص المهم ما بين كتل وبعض يعني الكتلة اللي هنا ما بينها وما بين الرقم اللي هنا اللي هو الماكرو اللي هي الاسبيس الكبير بعدين وان والمليون اللي تحتها مايكرو صغير وهنا مايكرو كله مايكرو صغير الاسبيسات دي ضرورية لو ما كانتش موجودة كنا هنحس ان التصميم بيخنق الواحد فهو عرف بزكاء ومصمم ان يوزع الفراغ ما بين الكتل مع ان الكتلة اكبر من الفراغ ومع ذلك وكمان المحاذاة بصوا هنا ده اسمه محاذاة يعني ايه محاذاة وهنتعرف عليه ان شاء الله بشكل عملي في تصميمات السوشال يعني لازم لما يجي هنا كله على لاين واحد فيش حاجة اسمها سواء محاذاة من اليمين او من الشمال او من فوق او من تحت فيش حاجة اسمها ان التكست اللي هنا جاي من هنا والتيكست اللي من هنا من هنا والتيكست اللي من هنا جاي من هنا لا كله على نفس المحاذاة وعلى نفس الخط والنحية من هنا على نفس المحاذاة والخط ومن هنا يعني كأنه رسم بمصطرة المحاذاة بالفراغ بدون ما يرسم أي لين ومع ذلك حددنا الكتلة من الفراغ هنا استخدم خطوط وكمان حتى لو شلنا الخطوط برضو هنعرف نقسم الكتل عن طريق الفراغ هنعرف أن هنا كتلة منفصلة عن الكتلة اللي هنا عن الكتلة اللي هنا عن الكتلة اللي هنا عن كتلة اللي هنا عن طريق الفراغ هنا المثال اللي بعده كمان استخدم بشكل متوازن التقسيمات ما بين الكتل عرفنا ان هنا بين شكل الطبق وما بين النص اللي تحته هنا فيه ماكرو اللي هو المساح الفراغ الكبير وعرفنا كمان ليه عمل الحركة دي عشان يخلي عيني الاول تركز على الطبق يعني انا عن طريق المسافات والفراغات بخلي فيه تسلسل هرمي يعني اللي هو بيسموه الهيراكي الهيراكي التسلسل هرمي يعني هو خلاني كمصمم ان انا اشوف الاول الطبق وعن طريق استخدامه للفراغ خلاني اركز الاول على الطبق لاني خلي حوالي فراغ بعدين بدأ يحط النص فعيني ركزت على النص والنص هنا كبير كل ما كان زي ما قلنا الحجم اكبر كان عنصر تركيز اكتر فاستخدم الخط وكان بولد كمان وزنه وهنتعرف على كل الكلام ده ان شاء الله في محاضرة الخطوط وبعد كده بدأ يحط لاين مسافة ما بين التكست وما بين الخط هنا ده اسمه مايكرو مسافة صغيرة وهنا مايكرو صغيرة وهنا مايكرو وما بين التكست نفسه عمل مايكرو نيجاتيب اسبيس بعدين بدأ يحط فراغ كبير عشان يفصل الكتلة اللي هنا عن الكتلة اللي هنا انا بشرح هنا بالتفصيل وبعد كده هنمشي بسرعة بس عشان لازم تفهمه ازاي نقدر من خلال الكتل والفراغ احقق مبدأ الهيراكي اللي هو التسلسل الهرمي وخلي عين المشاهد تمشي زي ما انا فراغات صغيرة وكمان هنا نفس الطريقة لبقية التصميم وهنا العنصر الرئيسي اللي هو اول حاجة عيني هتروح عليه طبعا في التصميم بس انا بدأت لكم من هنا عشان بس افهمكم نظرية الكتل والفراغ والفراغ الكبير والفراغ الصغير بس اول حاجة عيني هتروح عليه في التصميم هي الفكهة دي وهبدأ اركز عليه لانها اكبر حاجة في التصميم ولان التباين فيها اعلى هنا خلفية بيضة مع تباين عالي للالوان فعمل لي نوع من انواع الفوكس عليها وبعد كده بالخطوط الارشدية هبدأ اروح هنا الاول وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وهي دي الخطوات اللي بصنع بيها الوجبة بمنتهى الزكاء خلي عيني تروح الاول هنا شفت الاول هي اصلا ايه المكون الرئيسي في الوجبة اللي هو العنصر اللي هنا تقريبا ده افوكادو تقريبا وبعد كده بدأ يقول لي ان انا بعملها ازاي اللي هي دي هي ده الشكل النهائي للوجبة نفسها خلاص ان انا ممكن او مش الشكل النهائي اكتر من وجبة تقريبا فقال لي اني ممكن اعملها بالطريقة الاولانية دي وبعدين ممكن اعملها بالخلاط وبعدين ممكن اعملها عصير وممكن اعملها كمان بالطريقة وبالوصفة دي عندنا هنا كمان نفس الشكل كتلة اكبر من فراغ بس باستخدام الماكرو والمايكرو نيجاتي في سبيس قدرنا ان احنا نعمل تسلسل هرمي في التصميم اول حاجة هتروح عليها عينية في التصميم هو العنوان اللي فوق لانه كبير وكمان فيه تباين في الالوان ما بين الابيض والازرق وما بين اللون الاورنج والازرق فبدأت عيني تروح على التكست وهو ده اللي عايزه المصامن بعدين بدأت عيني تروح هنا لان التكست اكبر شوية من اللي تحته وبعدين بدأت تروح هنا لانه لون احمر فاللون الاحمر دايما من الالوان الدفية القوية فبتجزب عيني عليها فبدأت اقرأ التكست اللي هنا مع انه صغير بس في سبيسات مايكرو سبيس فقدرت ان انا اقرأ بعد كده بدأت عيني تروح هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين بدأت تنزل لتحت وبعدين تحت عن طريق اخدام الفراغ قدر انه يخليني اتنقل ما بين عناصر التصميم استخدم كمان فراغات ما بين الكتل هنا الكتلة دي مقسومة بفراغ بينها بدون ما يستخدم اي خطوط ويعني هنا استخدم خطوط عشان يفصل الكتل لكن هنا بدون ما يستخدم خطوط فصل الكتلة هنا عن الكتلة اللي هنا عن الكتلة اللي هنا وهنا الكتلة اللي هنا عن الكتلة اللي هنا فصلها بالشيب ده يعني ممكن نفصل كمان عن طريق الشيب ونحط سبيسات ما بين الشيب وما بين العناصر هنا في التصميم كمان اول حاجة تروح عليها يعنيها العنصر البشري لانه عنصر بشري ولانه حجمه كبير دي اول حاجة وبعد كده هبدأ اروح على النص الكبير اللي لونه احمر فائع الاول وبولد اكتر وبعد ممكن ابدأ اقرأ التكست اللي بعده وبعدين هنا عمل ماكرو مساحة فراغ كبيرة وبدأ يعمل مايكرو سبيس ماكرو مايكرو سبيس بين النصوص والخطوط فقدرنا ان احنا نقرأ النصوص بالترتيب اللي المصمم عايزه وهنا بدأ يفصل الكتل عن طريق فراغات هنا فراغ هنا فراغ من طريق الفراغات الماكرو نيجاتيف سبيس وقدرنا ان احنا نعرف ان هو ده النص الكتلة الاولى الكتلة التانية الكتلة التالتة وبعدين بدأ ينزل هنا ويعمل لك علامات التنصيص عشان يقول لك ان دي مقولة لواحد اسمه جندرال سودرمان تقريبا وبعد كده وعملها بلون اصفر برطقاني شوية وهنعرف في مدلولات الالوان دي من الالوان اللي بتخلي العين تركز اسرع من اي لون تاني وبعدين اخر حاجة النص اللي تحت والشكل اللي تحت هنمشي اسرع شوية في الامثلة هنا كمان في الانفو جرافيكس هنا عمل اشكال وفصلها بماكرو سبيس وفصل كمان ممكن نفصل بالاشكال وعمل مايكرو نيجاتيف سبيس وعمل هنا ماكرو نيجاتيف سبيس فراغات كبيرة عشان يفصل كل كتلة لوحديها المثال اللي بعده هنا كمان هتبصوا هتلاقوا ايه هتلاقوا ان هنا في عندي الكتلة الاولى عشان كبيرة وعشان فيه تباين كبير ما بينها وما بين الخلفية فبصت عليها الاول وبعدين بصت على التكست وبعدين بدأت عيني تروح هنا على الكتلة اللي هنا وبعدين على الكتلة اللي هنا فعمل تسلسل هرمي عن طريق توزيع الفراغ والكتل هنا كمان فيه تسلسل بالاحجام طبعا هنا هبص على دي الاول لان حجمها اكبر وبعدين ابص على بقية الشكل الازازة هو بيقولك هنا مراحل تطور الكوكاكولا لحد ما وصلنا في النهاية لده يعني بدأت بالشكل ده وبعدين ده وده 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 وهدي تكرارية ده نوع من انواع الايقاع التكراري اللي اتكلمنا عنه في المحاضرة السبعة بدأ يفصل ما بين العناصر او الكتل اللي عندي بدون ما يستخدم اي خطوط فهنا قالك ان هو دلعي اول ما الكوكاكولا بدأ في عام 1915-1950 دي كانت في 1915-1950-1957-1993-2008 ودي كانت في 2009 ودي كانت في 2015 وفصل ما بينهم بالفراغات وبالاشكال اللي حوالين التكست وفصل ما بين الاشكال كمان بالفراغات هنا الكتلة اكتر من الفراغ ومع ذلك التصميم متوازن هنا عندنا التصميم اللي قدامنا ده كمان استخدم المسافات والفراغات والنص هنا الاول هنروح عليه بعدين البقية الكتل اللي موزع ما بينها باستخدام الفراغ سواء كان ماكرو او مايكرو الماكرو ما بين النصوص ويكون فراغ صغير والماكرو يكون ما بين الكتل يعني هنا الكتلة دي كلها مع الكتلة اللي هنا ما بينهم فراغ ماكرو وممكن فصلهم كمان بالشكل وبالفراغ في نفس الوقت وهنا كمان بدأ يعمل التوزيعات بتاعته بالاشكال وبالفراغ هنا كمان استخدم بصينا هنا الاول على هنا الشكل اللي هنا طبعا عشان فيه الوان اكتر من اللي فوق او لا هنبص هنا طبعا الاول اكيد لانه بلون البلاك كل ما كان اللون دركة اكتر جزب عيني اكتر وبعدين بدأت ابص على النص اللي هنا وبدأت اشوف الصورة بدأت اقرأ الكلام اللي هنا بدأت اشوف النصوص يعني هو بيمشيني عن طريق استخدام الفراغ وتوزيعه ما بينه وبين الكتلة بيمشيني بالترتيب اللي هو عايزه عندنا هنا كمان استخدم هنا هبص هنا لان في عنصر بشري فهبص على اللوجو الاول استخدم هنا فراغ كبير ماكرو عشان يقول لي ان ده كتلة الوحديها وده كتلة الوحديها واستخدم ما بينهم مايكرو نيجاتي في سبيس وبعد دي عشان اقدر اقرأه وبعد كده ماكرو سبيس يعني ده كتلة اولى كتلة تانية كتلة تالتة واخر كتلة اللي هي هنا اللي هو المايكرو اللي انا قلت عليه ما بين الايقونة وما بين العنوان كمان هنا استخدم اللون الاحمر في الاول جذبني اني اشوف اللي هنا وبدأ يفصل بالماكرو سبيس والمايكرو سبيس ما بين العناصر ويحط لي التطبيق تحت كمان عندي هنا انا بدي امثلة كتير زي ما قلنا لتعميق الفكرة عندنا هنا كمان الطبق اللي حطه في النص ويبدأ اه يحط الكتل يوزع ويوزع فراغ حواليها وزن الطبق بالنص اللي هنا بالشكل بالنص اللي هنا وزنه بالكتلة اللي هنا كتلة من هنا يعني تخيلوا هنا التصميم لو كان كله هنا وهنا ما كانش فيه اي نوع من انواع الكتل مجرد فراغ بس فبالتالي كان التصميم هيبقى فاضي ومالوش اي معنى الا لو لغرض معين المصمم عايز يكون هو فراغ يعني عايز يوصل رسالة معينة لكن هنا لا وعايز يحط بيانات فبدأ يوزن الكتلة اللي هنا بكتل في النحية التانية وزعها عن طريق الهنا مايكرو سبيس وهنا مايكرو سبيس اسبيسات صغيرة وهنا ما بين الايقونات نفسها عمل اسبيسات ما بينهم هنا كمان في المجلة بدأ يحط الاسم الاول وهنا هيجذب نظر الاول وبعدين هبدأ ابص على هنا لانها كتلة اكبر شوية وبعدين هنا وبعدين هنا فعمل لي كمان تسلسل هرمي على شكل منحنى في الاراية عن طريق الفراغ هنا كمان استخدم عندي الكتلة هنا كتلة كبيرة وبعدين هنا كتلة تانية استخدم الكتلة ان هي اول دي اول كلمة انا هبص عليها وبعدين هبص على الكلمة اللي فوقيها لانها اصغر شوية منها وبعدين التكست اللي هنا لانه اصغر حاجة وفصل ما بينهم بالاسبسات المايكرو او الماكرو هنا كمان استخدم ايقاع رسم اللي احنا تكلمنا عنه تناوبي يعني حط واحدة هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا فعن طريق الايقاع اذن احنا نتنقل في التصميم بصينا على التكست اللي هنا في الاول لانه كبير بدأنا نتمشى ما بين المنتج بدأنا هنا الايقونات نفسها عمل ما بين الايقونة وما بين النص عمل اسباس مكرو سبيس وبدأ يوزع العناصر هنا العنصر اللي هنا كمان هنا العمل اللوجو هنا في فوق وفصل ما بينه بسبيس كبير وبعدين بدأ يحط اللوجو ده يتكون او بيعمل او مش اللوجو تكون عايز يقول ان القهوة دي ايه فايدتها انت كنت زعلان مودك زعلان وبقت مبسوط فبالتالي انه بيحقلك الهابينيس فاحنا هنمشي الاول هنا بعدين عينية هتروح هنا بعدين هتروح هنا بعدين هنا ببصوا فصل ما بين العنوين والارقام هنا ما بين الارقام فصل بمايكرو سبيس عشان اقدر اقرأ التفاصيل وما بين الايقونات كمان بالمايكرو سبيس كمان هنا في التصميم اللي قدامنا لاحظنا ان عمل اسبيسات هنا حطك ده عنصر التركيز كل العنصر وعمل اسبيس ما بين النصوص وما بين العنصر اللي تحت ما بين الايقونة والشكل عفوا عفوا الشكل والكلمة وما بين المنتج. فقدرنا ان احنا نشوف كل عناصر التصميم. كمان هنا عمل مسافات ما بين الايقونات وعمل هنا كتلة وهنا كتلة وكتلة وكتلة وحط فراغات ما بينهم عشان عناية تتنقل الاول هنشوف الطبق الاول وبعدين هنبدأ نتفرج هنا. بعدين نبدأ نشوف بقية الاشكال. كمان هنا في الكوكاكولا هنلاحظ كمان هو عمل زي ما قلنا ماكرو ومايكرو عشان اقدر اتنقل ما بين العناصر. هبص الاول على الكوكاكولا هي اللي هتجذبني في الاول وبعدين هبدأ اشوف هنا وبعدين هبدأ امشي في الكتل بمراحل تطور الكوكاكولا آآ آآ زي ما هم حابين ان احنا نمشي فيها. عندي هنا كمان بدأ يعمل هنا بصوا هنا الاشكال وجواها الصور. فصل ما بينهم بفراغات ماكرو عشان اقدر ان انا اتنقل ما بينهم. وحط التكست الكبير وعمل ما بينه فراغات ماكرو وماكرو. وهنا كتلة. وعندي هنا كتلة. وبدأ يحط هنا كتلة وهنا كتلة. يبقى انا لازم اوزن اليمين والشمال. حطت هنا كتلة. هنا الكتلة طبعا مش شرط يكونوا قد بعض. بس المهم ان يكون فيه كتلة هنا وتوازنها كتلة تانية زي ما تعرفنا. هنا كتلة كبيرة. ووزنها بكتلة تحت. وزنها الكتلة دي بكتلة هنا. وزنها بكتلة فوق. اللي هي اللوجو. وعمل توازن في الفراغ باستخدام البتر. البتر اللي هو في لان هنا فيه فراغ كبير. فعشان ما نحسش بكبر الفراغ. بدأ يحط بتر للخلفية. هنا كمان نفس الشكل هنا عمل اسبيسات ما بين النصوص سواء كانت ماكرو او مايكرو. اسبيسات ما بين المنتجات كمان ضروري يعملها. عشان نقدر نبص على كل منتج وعمل اقاع ما بينهم تكراري. ويتناوبي في نفس الوقت. وبدأ يحط عندي اللي هنا وبقية العناصر يوزعهم. وبين الايقونات الايقونة والعنوان. اه حط هنا. مايكرو اسبيس وهنا مايكرو اسبيس مايكرو اسبيس وهنا ماكرو كبير. يبقى احنا بنوزع. بشكل معين يبقى دي كتلة ودي كتلة الوحدي. يعني هنا لا العنصر ده كله كتلة والعنصر اللي تحت ده كتلة. فهو بيخليني امشي ما بين الكتل والفراغ. هنا كمان مثال البرجر اللي هنا مع العناصر اللي هو وزعها وفصل ما بينها اما بخطوطي اما بفرغات كبيرة او فرغات صغيرة واخر حاجة عندي في درسنا النهاردة طبعا انتوا عارفين ان انا بحبك اضطر في الامثلة وياريت ان ده ما يضايقش حد لان ده يعتبر نوع من انواع التغذية ليكم فاحنا هنا اللي يهمين ان احنا فينها نطلع من المحاضرة مستفيدين هنا عمل تيكست طبعا بلون ازرق ففيه تباين كبير بينه وبين الخلفية وعمل هنا مايكرو سبيس مايكرو سبيس هنا ماكرو سبيس اكبر وبدأ يحط مسافات ما بين الكتل الاشكرا عشان اشوف كل كتلة لوحديها مسافات زي ما قلنا ما بين الكتل اللي هنا وبالتالي قدرت عناية تمشي في كل التصميم ومع ان الكتلة اكبر من الفراغ لكن في توازن عندي في التصميم ازاي هنعرف نوزع ده بطريقة عملية احنا فهمنا الفكرة دلوقتي وطبعا في لسه اجزاء في محاضرتين كمان في الكتلة والفراغ وده الجزء الاول منها وهنتعرف بشكل نظري عليها لكن العمل الحقيقي او ازاي هنعرف نوزع الكتلة مع الفراغ هو ده او احنا فهمنا نظريات الكتلة والفراغ لكن ازاي نوزع مثلا ليه عملت الاسبيس هنا ماكرو وجيت هنا عملتو ماكرو طب انا بوزع بناء على ايه بوزع ام تخليه ماكرو كبير وام تخليه صغير وبوزع على انهي قعدة هو ده في العمل بقى ده بالخبرة بالخبرة بنقدر نتعلمه المهم ان احنا دايما هنا الكتلة اللي تحت موزونة بكتلة فوق وما بينهم فراغ يعني في توزيع متناسق ما بين الكتلة والفراغ هنا كمان عنده كتلة هنا وكتلة موزونة بكتلة نص هنا يبقى انا عندي توازن وكمان مع قواعد التوزيع يعني احنا لازم في الاول في التصميم اختار قعدة امشي عليها وبعد ما اختار القعدة يعني مثلا هنا التصميم اللي هنا ممكن نختارله قعدة السلس كده قعدة السلس زي ما اتعلمناها قعدة السلس وابدأ اوزع العناصر على حاجات المهمة احطها على الخطوط وبعد كده ابدأ ووزع الكتل والفراغ وبعد كده ابدأ ان انا اوزع المسافات ما بين الكتلة والفراغ بناء على القعدة اللي اتعرفنا عليها من النهاردة اليوم قعدة الماكرو الفراغ الكبير والفراغ الصغير يعني هحط كتلة هنا وحط كتلة نص هنا ولازم اعمل اسبيسات ما بين كتل النصوص اغير في الالوان اغير في الخطوط في اوزان الخطوط وهو ده اللي هنتعرف عليه في محاضرات الخطوط والالوان ازاي غير الالوان في النصوص ازاي ان انا اغير الاوزان في النصوص امتى خليه كبير وامتى خليه صغير وايه مدلولات الالوان في الخطوط يعني هنا لا استخدم اللون الاحمر وهنا استخدم اللون الابيض فعشان كده انا بقول لكم المحاضرات كلها مكملة البعض فمنفعش اني حاب دي يدخل بس انا هتفرج على محاضرة الكتلة والفراغ هي اللي تهمني انا هتفرج بس على محاضرة انا كله فهمه وهتفرج على محاضرة الالوان بس انا هتفرج على الخطوط بس ما ينفعش لازم كل المحاضرات كده كلها كده كتلة واحدة تشوفوها عشان تقدروا تفهموا لانه كله مرتبط ببعض كله في النهاية عبارة عن هنحطه في خلاط وهنطلع منه تصميم فهنا وزعنا زي ما قلنا استخدمنا قاعدة توزيع وبعد كده بدأنا نوزع المسافات ما بين الكتل والفراغ بناء على القواعد اللي هناخدها النهاردة في الكتلة والفراغ قواعد المسافات الكبيرة المسافات الصغيرة لازم يكون ما بين عناصر النصوص في فراغات كبيرة وفراغات صغيرة لازم اعرف اقسم التصميم لكتل يعني ده كتلة الوحدة وده كتلة كمان تانية ودي كتلة تالتة ودي الوحدة كله هنا ده ده كتلة ربعة وهنا ده الوحدية كتلة خمسة وهنا كتلة ستة فكل ده التوزيع الكتلة والفراغ هو اللي هنتعلمه في محاضرات الكتلة والفراغ بناء على قواعد توزيع العناصر وبناء على عنصر التركيز وبكده تكون محاضرتنا خلصة اتمنى لكم التوفيه واتمنى تتبعوني في بقية محاضرات الكتلة والفراغ المهمة جدا والاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلكم كل جديد في القناة ودعم القناة على قد ما تقدروا وسبحانك الله وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوبوا الى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة